بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وازك السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم أعزائي طلاب وطالبات مجددا في شروحات مقرر إدارة الفعاليات اليوم بإذن الله نستكمل حديثنا عن حجم السوق ونطاقه نحن في الدرس السابق ذكرنا بعض النقاط حول هذا الموضوع ذكرنا مثلا التحديات المتعلقة بقياس سوق الفعاليات ذكرنا هناك تحدي لشركات للمنظمات للجهات التي تبحث عن الربح خصوصا فيما يتعلق في قياس حجم السوق بأي فعالية مثلا فعاليات الزفاف أو فعاليات الرياضية أو الثقافية أو أي كالة الفعالية ولكن بالتأكيد هناك طرق وأساليب من خلالها نقلل العدم اليقين ونقلل التعقيد وبالتالي تظهر لدينا بعض التصورات عن حجم السوق ذكرنا حجم السوق في أي فعالية أو الماركت سايز بالتأكيد مهم جدا لأي شركة أو لأي منظمة أن تعرف حجم السوق لهذه الفعالية حتى لو نظرنا إلى مستوى الشخص حينما يبدأ المشروع الاستثماري يفكر بالسوق هل هناك طالب على المنتج أو الخدمة أو لا قبل أن يبدأ في عملية دراسة الجدوى أو يبدأ في تصميم المقر أو المنتج أو الخدمة وغيرها إذن من خلال عزد الزوار المحتمل أن تجلبهم فعالية ما خلال فترة معينة إذن عدد الزوار قد يعطينا تصور عن حجم السوق فمثلا حينما نشاهد عدد زوار مهرجان تمور القصيم أو بريدة أو مثلا حينما نتحدث عن عدد زوار مهرجانات أو موسم الرياض في المملكة عام 2022 أو 2021 أو حينما نتحدث عن عدد الزوار لمهرجان ثقافي أو رياضي أو حفلات أو غيرها وبالتالي يعطينا تصور عن حجم السوق لأن هناك بيانات تاريخية وعادة الطلب قد يكون هناك ثبات أو نمو وبالتأكيد هناك حالات كبعض المواقف وبعض الأزمات وبعض المشاكل قد تقلل للطلب ولكن يتم دراسته تاريخيا وبالتالي يعطي مؤشر لحجم أو عدد الزوار وحجم الطلب أيضا المبلغ الذي يمكن توقع تحقيقه بفضل هؤلاء الزوار إذن سنضرب عدد الزوار بالتكاليف المتوقع للتذاكر وبالتالي يعطينا تصور عن الإرادة الذي قد يأتي من خلال هذا السوق وبالتالي إذن يعطينا حجم الإرادات التي ستأتي وبالتالي يبدأ الشخص أو لا يبدأ من حيث طلاق الفعالية أملا كذلك ذكرنا هناك عدد من القاييس أخرى ذكرنا عدد الحضور ذكرنا الميزانية والتكاليف، التذاكر المباعة، الإرادات المتولدة، التفاعل مع وسائل التواصل إذن وسائل التواصل قد تكون مؤشر على حجم الطلب أو حجم السوق تفاعل الناس عبر وسائل التواصل إذن قد يعكس أن هناك طلب على هذه الفعالية وحجم السوق في نوع هذه الفعالية سواء رياضية أو ثقافية أو اجتماعية وغيره أيضا ذكرنا مدير الفعالية لا بد أن يعرف النطاق الذي تم من أجله أو تمت هذه الفعالية من أجله ما هو الهدف الأساسي والهدف اللازمة لكي تعد الفعالية ناجح ذكرنا ما يسمى بالسكوب أو المجال أو النطاق حينما نخطف الفعالية هل هي فعالية صغرى نستهدف فيها مثلا موقع محلي أو شخصي أم رئيسة نستهدف فيها الوطن ككل أو الإقليم أو فعالية ذات طابع ورونق خاص ولا يوجد لها شبيه لغرض أو لهدف محدد أيضا ذكرنا لا بد أن نحدد العوامل مثلا من هم المدعوين هل هي العامة أم خاصة هل نلاحظ مثلا بعض حفلات الزفاف يتم إرسال دعوة خاصة البعض الآخر دعوة عامة إذن بسبب مثلا تقدير هذا الشخص للقاعة وما تتسعه من حضور قد يكون الدعوة خاصة لأن هناك عدد كبير يرغب بالحضور كذلك في بعض الفعاليات يتم دعوة الأشخاص بشكل خاص الترويج للفعالية ما أفضل طريقة لندعو الأشخاص؟ شخصية أم عبر وسائل التواصل؟ وذكرنا أيضا الأهداف هل هدفنا من هذه الفعالية هو ترويج المنتج ترويج للسياحة تغطية إعلامية أم إظهار خدمات أو قدرات أم تحقيق ربح أم أي شيء آخر قد نهدف من خلال هذه الفعالية الميزانية من يتولى الدفع؟ هل نحن من يتكلف أو يتكفل بجميع الفعالية أو بجميع بنود أو بجميع مجالات الفعالية؟ أم هناك راعي؟ قد يأتي شراكة مجتمعية تقيم فعالية دون أن نقوم بدفع مبالا أو قد يأتينا راعي وبالتالي يكون من باب تسويق منتجاته وترويج ويكون هناك رعاية للفعالية أيضا استخدام وسائل التواصل الاجتماعي هل الفعالية نستخدمها في وسائل التواصل؟ هل الفعالية محلية دولية وطنية؟ وبالتالي من خلال هذه العوامل ذكرنا نستطيع أن نحدد نطاق الفعالية نستكمل حديثنا في هذا الدرس نتناول بإذن الله عدة أداف أخرى تعلق في مستويات الحضور ونتعلق في حجم الفعالية ونطاقها نأتي إلى توقع مستويات الحضور من أجل ضمان السيرة الفعالية بسلاسة يجب أن يكون لدى مدير الفعالية تصور دقيق عن عدد الأشخاص المحتمل حضورهم بذلك نلاحظ كثير من نشاهد الفعاليات وحينما يتم مثلا التخطيط لها نسمع سواء في الأخبار نسمع أو نشاهد في التلفاز أو نقرأ أن المتوقع لعدد الحضور سيكون برقم معين ويتم ذكرى الرقم مثلا 1500 للمعرض الفني الذي سيعرض في الرياض في اليوم الفلاني ومتوقع له حضور بأكثر من 1500 شخص كيف تم تقدير هذا الأمر؟ كذلك حينما تقوم أحد الشركات بدعوة أو بقامة فعالية هي أيضا تضع طاقة تضع كراسي كيف قدرت عدد هذه القاعات أو هذه الكراسي أو الطاولات بالتأكيد هناك كما ذكرنا مؤشرات وهناك طرق وقياس وهذا ينعكس على أيضا ما يتعلق في الأمن والسلامة حينما لا نستطيع التخدير قد نقوم بالدعوة العامة وبالتالي تأتي الحضور أكبر من الطاقة الاستيعابية وبالتالي قد تتسبب بمشاكل لهذه القاعة أو لهذه الحفلة أو لهذه الفعالية ذلك مهم جدا لأن هناك مخاطر تتمثل في عدم توفر ما يكفي من الطعام بمعنى حينما يكون لدينا حفلة أو فعالية حفلة الزفاف ولا نعلم كم عدد الحضور قد يأتي حضور بعدد كبير وبالتالي الطعام لا يكفي المساحة لا تتسع لجميع الحضور كذلك قد يكون الأكل أو الطعام أكبر بشكل كثير وبشكل زائد وبالتالي قد يخسرنا من باب الإسراف وإهدار المال والمستلزمات لذلك مهم جدا أن يتم التقدير ويكون الأمر مقدر مسبقا علاوة على ذلك إذا ظهر عدد قليل جدا من أشخاص الفعالية فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى تكوين سمعة سيئة بمعنى حينما تقوم إحدى الشركات الفعالية وتنشر عبر وسائل التواصل وحينما يحضر أشخاص يجد عدد قليل قد يكون بسبب التسويق أو بسبب الفعالية أو نوع من الأنشطة الموجودة أو أي كان أو مخالفة للأهداف أو العادات أو التقاليد وبالتالي تنعكس سلبا على الشركة قد تستاذ في الشركة تسويق منتجاتها وبالتالي هنا الحضور القليل يدل على أن لا يوجد رغبة للمنتجات هذه الشركة وبالتالي قد يحدث سمعة سيئة وأيضا قد تكون ملتزمة هذه المنظمة بعقود وأيضا مبالغ وبالتالي قد تتعذر بسدادها لا يوجد طلب أو لا يوجد حضور إذا كانت مثلا فعالية ترفيهية والتزمت باستئجار الموقع والأدوات وعقود من الباطن وبالتالي عدد الحضور قليل إذن سينعكس عليها بمصاريف وتكاليف إضافية وبالتالي قد لا تستطيع التزام ومن ثم تدخل في مشاكل قانونية وقضايا لذلك نلاحظ أن بسبب عدم التوقع الصحي قد نتسبب بمشاكل وخسائر كبيرة سواء ما يتعلق في الطعام أو يتعلق في العقود أو يتعلق في التكاليف والمصاريف وغيره احتفالات اليوم الوطني هذه صورة من احتفالات اليوم الوطني في الرياض ما الطرائق التي يمكن لمدير فعالية استخدامها للتنبؤ بالحضور في فعالية رئيسة في اليوم الوطني مثلا أمانة منطقة الرياض تقيم فعاليات في يوم الوطني كذلك في جميع مناطق المملكة أو أحد الجهات الخاصة كيف يقدرون أو ما هي الطرق لتقدير عدد الحضور بالتأكيد حينما لا نقدر بشكل الصحي قد نتسبب بمشاكل قد يأتينا عدد كبير وبالتالي تسبب تزاحم بشري كبير وبالتالي قد تسبب أيضا بعدم وجود الأمن أو السلامة بسبب هذا الأمر أو قد تقوم بالتكلف بشكل كبير ومن ثم لا يوجد حضور إذن لابد أن نقدر ونضع الأساليب أو نضع التقديرات الصحيحة لكي تكفي الفعالية لجميع الحضور وأيضا لا يكون هناك زيادة أو نقص فيما يتعلق في الطعام أو في تقديم الفعاليات اعتمادا على نوع الفعالية المخطط لها هناك عدد من الطرائق التي يمكن من خلالها لتوقع مستوية الحضور إذن الفعاليات أو الحضور أو توقع المستوى الحضور يعتمد من فعالية إلى أخرى بناء على ماذا؟ نوعها فالفعاليات الرياضية قد يكون لها جمهور أكبر من الفعاليات الثقافية أو العكس وهكذا إذن لابد أن نعرف نوع الفعالية وتصنيفها لأن هناك أيضا طرق وعدد من الطرق لتصنيف هذه الفعاليات أو لتوقع مستويات الحضور في هذه الفعاليات أولى هذه البيانات التاريخية أولى هذه الطرق البيانات التاريخية فبالتأكيد التاريخ مهم جدا أو البيانات التاريخية مهمة جدا فيما يتعلق بفعاليات أولى هذه النقاط هل الفعالية مكررة أم لا؟ فمثلا فعالية رياضية بطولة مثلا في كرة القدم هل الفعالية متكررة بطولة جديدة قد لا تكون حدثت سابقة أو مثلا بطولة ثقافية أو عفوا فعالية ثقافية جديدة أم متكررة إذن هذا المؤشر أو هذه البيانات تساعدني على معرفة هل في السابق حضر عدد كبير متوسط مستويات الحضور لذلك الشركات والمنظمات وكذلك الدول تعلن دائما وأبدا عدد الحضور للفعالية عدد حضور موسم الرياض عدد حضور مثلا لأي أمر آخر فعالية تقام لماذا؟ لكي أيضا الشركات والجهات الخاصة في الدولة أو في القطاع تحسب حساب هذا الأمر ويكون لديها تصور كذلك هناك إصدارات ومنشورات تظهر من الجهات الحكومية أو الجهات المنظمة للفعاليات لكي يكون هناك تقدير مستقبلا فيما يتعلق في البيانات التاريخية أيضا يمكن حصول معلومات حول مكونات الفعالية التي كانت شائعة والتي أدت إلى مستويات أو زيادة مستويات الحضور إذن البيانات التاريخية هي طريقة من الطرق لتوقع مستوى الحضور فمثلا حينما نشاهد في الفعاليات الرياضية دائما وأبدا يقيسون مثلا فعاليات مثلا بطولة كرة القدم الحضور في مبرايات سابقة لنفس الفريقين إذن سيقدرون توقع أو يقدرون الحضور لذلك نلاحى مثلا في المبرايات التي يتوقع من حضور كبير نشاهد مثلا اهتمام بالأمن بدرجة أعلى لماذا؟ وكيف قاموا بتوفير الأمن وتوفير الوسائل الأمن بشكل أكبر لأن لديهم بيانات تاريخية حول مستويات الحضور في مثل هذه المبرايات أو بطولات بحث السوق أيضا البحث ودراسة السوق مثلا لدينا يمكن استخدام أبحاث السوق لكتساب معرفة أو فهم وبالتأكيد لما مثلا يحبذه الحضور أو يفضلون أو لا يحبذون فمثلا كثير من الشركات تقوم بإجراء البحوث سواء بمقابل أو دون مقابل أو لنشاطها التجاري تعرف انطباع ورغبات العملاء وبالتالي يكون لديها تصور حول طلبات العملاء وأيضا رغباته ما الذي يفضلونه وما الذي لا يفضلونه وبالتالي تكون مؤثرة في تقدير السوق في قادم الأيام ما يتعلق في سوق الفعاليات بالتأكيد أو مستويات الحضور والطلب عليها مع ذلك يجب أن تكون أسئلة واضحة وسهلة مثلا نقوم بإجراء استطلاع استبيان ونرسله أو نقوم بإرساله عبر وسائل التواصل وبالتالي يعطينا تصور عن مستويات الحضور وأيضا قد يكون هالك جانب مثلا بعض الأشخاص قد لا يقدم تعليق صادق فيما يتعلق في حضور الفعالية مثلا حينما نجري استبيان ويجيب عليه بنعم أو لا فيما يتعلق بالحضور أو ما يتعلق في الاهتمام قد يجيب الشخص نعم وهو لا يحضر أو العكس ولكن تعطينا مؤشر مع مرور الوقت مع البيارات التاريخية مع البحث الذي نجريه مع عدل الحضور سابقا وبالتالي يعطينا تصور عن الطلب وحجم الحضور المتوقع في هذا الفعال وسائل التواصل الاجتماعي وهي أيضا بالتأكيد من وسائل الحديثة فيما يتعلق في توقع مستوى الحضور من الممكن أن نراقب وسائل التواصل والآن لدينا الأدوات ولدينا التطبيقات التي تحلل ردود الأشخاص واستطلاعاتهم وكتاباتهم حول الإعجاب المشاهدات المشاركات وأيضا هذه البيانات قد يتم الدفع مقابل حصول عليها فمثلا هناك شركات متعلقة في بيانات إحصائية دقيقة حول ما يكتب مثلا في الرياضة أو ما يكتب في السياحة أو ما يكتب في التعليم وبالتالي هذه الكتابات وهذا الاهتمام كمعلومات هي لا تقدر بثمن بالنسبة لشركات تحتاجها في تقدير الفعاليات والحضور والدراسة السوق أيضا هناك في وسائل التواصل بالتأكيد لا تمثل دائما وأبدا تعبير حقيقي لما يعتقدون الناس أو يرغب بها الناس ولكن تعطي نوعا من الأرقام التي يمكن من خلالها أن نقدر الرقم ومن خلال التوصل إلى رقم مقنع بمعنى أنه قد تعرض أرقام متشائمة أو متفائلة ولكن يتم أخذ المتوسط من هذه الأرقام ومقارنته أيضا بالطرق الأخرى مبيعات التذاكر أيضا من الطرق أو الطرائق التي يتمكن من خلال مدير الفعالية توقع مستوى الحضور تتولى العديد الفعاليات بيع التذاكر أو هناك استجابة لدعوة حضور مثلا مسبقا بمعنى أن نلاحظ مثلا بعض الفعاليات يتم فتح الحجز أو الطلب مبكرا لكي يتم التقدير عدد الحضور وهذه من الأساليب وأكثر دقة بمعنى لدينا فعالية مسبقة ويتم طرح التذاكر مبكرا أو الطلب أو الرغبة في الشراء أو الحضور وبالتالي تعطينا تصور قبل أن تبدأ الفعالية عن عدد الحضور وقد تكون أكثر دقة لأن هناك دفع قد يدفع الشخص تذاكر وبالتالي حينما يدفع إذن هو سيلتزم بالحضور في قادمة الأيام أيضا مع ذلك فإن هذا لا يراعي أولاك الذين تقدموا بحجز ولكنهم غير قادرين الحضور لعدة أسباب إذن قد يأتينا بعض الأشخاص دفعوا ولكن لم يحضروا بسبب أسباب شخصية أو أسباب أخرى وبالتالي لكن بشكل عام هو أدق طريقة من الطرائق لتوقع مستويات الحضور وأن نلاحظ كثيرا ما يكون فعاليات بهذه الطريقة يتم طرح التذاكر مبكرة ومن ثم يعطينا تقدير لعدل الحضور وبالتالي نحتاط وأيضا نعرف حجم الطلب ونكون جاهزين لهذه الطلبات في مثل هذه الفعالية من المهم أيضا فهم أن مستويات الحضور المستقبلية هي دائما مجرد تنبؤات دائما ما يتم تقديرها بشكل تنبؤات وليس ذمت شيء حقيقي إلى أن تقام الفعل قد يحدث أمر حتى لو كان الشخص قد قام بالدفع التذكرة قد يحدث ظرف طارئ بالنسبة لها بشكل شخصي أو قد يحدث لا قدر الله بعض الأمراض أو الأوبئة أو أي أن كان على مستوى كما حدث مثلا في بعض الأزمات السابقة ويعزف الأشخاص عن الحضور وبالتالي إذن هذه المؤشرات هي في الوضع الطبيعي قد تكون صادقة ولكن قد تتغير الظروف وخصوصا كما ذكرنا في الفعاليات التي تكون بعد فترة من الزمن إذن مستويات الحضور هي مستقبلية ولكن هناك مؤشرات تقلل من المخاطر تقلل من التكاليف تقلل من مثلا المشاكل قد تحدث بسبب عدم توقع مستوية الحضور على الرغم من عدم مناسبة جميع الطرق التنبؤ لجميع الفعاليات إلى أن بعض الفعاليات تستخدم طريقتين أو أكثر لزيادة فرص التنبؤ بالحضور بذقة بمعنى كثير من الشركات لا تستخدم طريقة واحدة أو منظمات تستخدم أكثر من طريقة مثلا تستخدم البيانات التاريخية تقوم بالحصول على البيانات التاريخية أو البيانات المالية والتقارير فمثلا قد يأتينا شخص ويود فعالية مثلا ترفيهية وأيضا فعالية قد تتعلق في تقديم الأطعمة وهكذا في القهوة والشاي والحلويات وبالتالي قد يلجأ إلى حجم الطلب على القهوة من خلال البيانات التقدم من قبل البنك المركز السعودي أو غيره كذلك قد يلجأ إلى شركات أخرى لديها فعاليات سابقة ويأخذ بيانات الحضور والطلب وأيضا قد يلجأ إلى طرح التذاكر مبكرا عبر منصة معينة أو موقع وبالتالي هو يجمع ما بين التاريخية ما بين الطلب الذي طرحه أو التذاكر الذي طرحه في الموقع أو المنصة وبالتالي يجمع وبالتالي يقدر هذا الأمر أو قد يقوم بعمل استبيان واستطلاع للجمهور بشكل عام ومنتم يعرف حجم الطلب إذن كل ذلك قد يستخدم فيما يتعلق في توقع مستويات الحضور بالنسبة للفعاليات لماذا توجد أكثر من طريقة للتنبؤ بمستويات الحضور المستقبلية؟ ذكرنا أكثر من طريقة وقد يأتي طرق أخرى وقد تلجأ الشركات إلى طرق أخرى غير التي تم الحديث عنها في هذا اليوم هناك عدد من الطرق التي يمكن من خلالها توقع مستويات الحضور وتعدمد الطريقة المفضلة لتوقع مستويات الحضور لفعالية محددة على عوامل مختلفة مثل هل الفعالية مكررة أم لا كما ذكرنا؟ هل هي حدثت سابقا؟ هل هي الفعالية الدورية؟ التغيرات التي طرأت على الحضور وتفضيلات الحضور واحتياجاتهم قد تتغير احتياجاتهم أيضا نسبة بيع التذاكر الطرق المتبع لقيم بذلك إذن لا يمكن أن نتمي الطريقة لأن قد تكون طريقة واحدة قد تكون مضللة لذلك حينما نلجأ إلى أكثر من طريقة هذا يجعلنا أكثر دقة وأكثر توقع لمستويات الحضور بذلك عادة ما يتم اللجولة أكثر من طريقة ومن ثم قد تصب في غالب واحد وبالتالي نقدر مستويات الحضور أو تكون دقيقة بدرجة أعلى حينما نعتمد طريقة واحدة كلما كان لدينا طرق أكثر كلما توصلنا إلى تقديرات أفضل في نهاية هذا الدرس دعونا نستذكر ما تطرق بلا ذكرنا ما يتعلق في توقع مستويات الحضور بالنسبة للفعاليات ذكرنا من أجل ضمان سير الفعالية بسلاسة فيما يتعلق في التصور الدقيق للحضور لكي لا تلافى الخسائر سواء فيما يتعلق في تقديم الطعام أو الوجبات تكون أكبر مما يجب أو تكون المقاعد أقل مما يجب أو بشكل أكبر كذلك فيما يتعلق في وسائل الأمن والسلامة لا بد أن نقدر عدد الحضور ذكرنا عدة طرق ذكرنا البيانة التاريخية نلجأ البيانة التاريخية نلجأ إلى مبيعات التذاكر مثلا الآن ما طرح تذاكر مسبقا أيضا وسائل التواصل والنقاشات والآراء وتحليلها ومن ثم قد نخرج بتصور عن رغبة الأشخاص في الحضور لمثل هذه الفعاليات وأخيرا تحدثنا عن بحث السوق أو شركات التسويقية أو شركات الأبحاث التي تقوم بإجراء الأبحاث أو من خلال عمل استبنات واستطلاعات لمعرفة انطباع الأشخاص عن الحضور لمثل هذه الفعاليات إلى هنا أعزائي الطلاب نكون انتهينا من درسنا لهذا اليوم شكرا لكم لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة